متجمد وراكد يبدو المشهد السياسي اليمن هذه الأيام إلا من ظهور على هامش اللقاءات والمؤتمرات الدولية التي كان آخرها الملتقى العربي الروسي في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة والذي شهد لقاء جديدا بين وزير الخارجية اليمن عبد الملك المخلافي ونظيره الروسي سيرجي لافروف وكان من أبرز نتائج تجديد الموقف الروسي دعمه للحكومة الشرعية والأمن والاستقرار في اليمن الرئيس هادي أيضا ظهر بتحركات جديدة ابتدت من قطر وانتهت بالمملكة العربية السعودية ويبدو أنها تمت بذات أولويات المشهد اليمن المتداولة منذ عامين والتي لم تعرف أي جديد سوى التجاذبات والمناورات التي يستخدمها الإنقلابيون مع الأطراف الدولية والمبعوث الأممي بين الفترة والأخرى وعليه تبدو اليمن حبيسة بين فكي المشهد السياسي المحتقن والمبعثر أوراقه بين المصالح الدولية وتجاذباتها والمواجهات الميدانية التي تبدو حتى الآن بعيدة عن الحسم وإعادة ترتيب المشهد وما بين ذلك وذاك يبقى اليمنيون عالقين في مخاض عسير وطويل